توترات لا تهدأ وتصعيد تنامى معه مخاوف ظهور شبح حرب جديدة في منطقة البلقان فلا يزال الصراع بين كوسوفو وصربيا يتجدد بين الحين والآخر ليكشف عن خلاف متجذر لم تمحه محاولات التهدئة والوساطة على مدار عقود شمال كوسوفو كلمة السر في التوتر الذي تشهده منطقة البلقان منذ أسابيع فالانتخابات البلدية التي جرت في أبريل الماضي ونتج عنها فوز أربعة رؤساء بلديات من عرقية الألبان كانت الشرارة التي أشعلت فتيل غضب الصرب الموالين لبلغراد والذين يشكلون أغلبية في أربع مدن شمال كوسوفو مشاهد العنف والمصادمات استمرت على مدار أيام في شمال كوسوفو وبدأت بين الصرب وشرطة العاصمة بريشتينا لتسفر عن وقوع عشرات المصابين من الجانبين المشهد تطور مؤخرا مع محاولات الصرب اقتحام مقار البلديات مما دفع عناصر قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو والمعروفة باسم كيفور للتصدي لهم الأمر الذي نتج عنه مصادمات عنيفة مع قوات الحلف ومع احتدام المواجهات وإصابة العشرات من أفراد كيفور أعلن أمين عام حلف الناتو إرسال سبعمائة جندي إلى كوسوفو وكتيبة إضافية لتكون في وضع التأهب داعيا بلغراد وبريشتينا إلى وقف التصعيد بدورها اتهمت الحكومة في بريشتينا جماعات صربية يمينية بالوقوف وراء العنف الذي تشهده عدة مناطق بشمال كوسوفو وفي بروكسل يقود منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اتصالات مكثفة مع قادة صربيا وكوسوفو لحث الطرفين على التهديئة والعودة إلى مسار الحوار وجهود التطبيع التي كانت مستمرة خلال الأشهر الماضية على الجانب الآخر لم تغب موسكو كذلك عن المشهد المتأجج حيث اتهمت الخارجية الروسية والغرب بشن دعاية كاذبة حول ما يحدث في كوسوفو مدافعة في الوقت نفسه عن الأقلية الصربية بل ووصفت الانتخابات البلدية بالمزيفة دعوات دولية وأممية وإقليمية مكثفة على مدار الساعة لاحتواء الوضع في كوسوفو ومنع اتجاه الأزمة نحو مزيد من التعقيد خوفاً أن تدق طبول حرب جديدة في البلقان وجنوب شرق أوروبا في وقت لا تحتمل فيه القارة العجوز مزيداً من الصراعات على طرفها الشرقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة